تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لها سؤال أخير تقول هل تجوز الصلاة في مكان معلق به صور بعضها ذات أرواح والصور هي المسمى فوتوغرافية أي على ورق ونحوه وما الحكم لو كانت الصور مجسمة كالتمثيل ونحوها أما الصلاة فإنها تصح في هذا المكان وإن كان غيره أولى منه وإن تعمد الصلاة لأجل هذه الصور فإنه محرم فإذا كانت هذه الصور معلقة سواء كانت بالفوتوغراف أو بالرسم بالريشة فإن الصور التي مرسومة بالريشة محرمة تحريما لا شك فيه وما كان عن طريق الفوتوغراف فهو من الأمور المكروهة التي ينبغي للإنسان أن لا يتعمدها لأن الشيء لا يعمل إلا لحاجة ولا حاجة في تعليق الصور لا سيمة وأن تعليقها من مضنات إفساد العقائد وقد تفسد الأخلاق نصر الله السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة